موسيقى تمر محافظة درعة بمصير مجهول ميليشيا أسد الطائفية استقدمت تعزيزات مكثفة إلى المنطقة بمساندة من الميليشيات الأجنبية والميليشيات الإيرانية وعناصر من لواء القدس سنناقش كل هذه التطورات مع ضيفي الشيخ أصمت العبسي وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى في حران أهلا وسهلا بك شيخ أصمت بداية شيخ أصمت ما هي مقونات الصمود والتجهيزات في ظل هذه الحملة التي تشنها ميليشيا أسد الطائفية والميليشيات الإيرانية على محافظة درعة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بداية العالم كل يعرف أن هذا الشعب الذي خرج بصدور عارية وبحناجر تهتف للحرية والكرامة بثورة غير مسلحة أصلا واستخدمت ضده كل وسائل القمع بل حتى استخدمت ضده خلال السبع سنوات كل أسلحة الموجودة في العالم من أسلحة محرمة دوليا وغير محرمة دوليا ولم تستطيع أن تكسر إرادة هذا الشعب فمقاومات هذا الشعب هي الإرادة وإرادة هذا الشعب المرتبط بهذه الأرض نظام الأسد يتبع سياسة الأرض المحروقة حيث كثف من قصفه على بلدات ناحتي نمر أيضا بصل الحرير اللجاء درع البلد الحارة كفر شمس عقربة العديد من المناطق تعرضت القصف بالمدفعية الثقيلة براجمات صواريخ بالبراميل المتفجرة بالطيران المروحي وحتى الطائرات الروسية شاركت في هذا القصف ما هي السياسة وما هي الإمكانيات المتاحة لتفادي هذا الأمر بداية سياسة الأرض المحروقة أمر غير جديد على هذا النظام المجرم المنفلت من كل القوانين الدولية والذي استخدم حتى أسلحة محرمة دوليا في إدلب والغوطة إمكانيات متوفرة لدينا لتفادي سياسة الأرض المحروقة كإمكانيات عسكرية لا يوجد شيء يمنع المدمر أو الإنسان جاء ليدمر أو يهدم بيتك أن تمنعه إذا كنت تملك نفس القوة العسكرية الموجودة لديه لكن نملك الإرادة ونملك شعب مهما دمرت بلده هو قادر بإذن الله عز وجل على إعادة إعمار هذا البلد فنحن نملك إرادة شعبنا إرادة أبناء حوران الملتسقة بهذا الأرض والتي بإذن الله عز وجل مستعدة أن تعيد بناء هذه الأرض مرات عديدة كما بنتها عندما حررتها من جحة في كل احتلال وكل ظالم مر على هذه الأرض يعني لو انتقلنا قليلا للوضع السياسي شيخ العديد من التصريحات تصدر من مصادر رسمية جل هذه التصريحات تتحدث عن الأوضاع العسكرية والسياسية في المنطقة في الجنوب السوري السؤال هنا شيخ هل هناك اتصالات من قبلكم أو من قبل عناصر جيش حر مع دول ضامنة للمحافظة على وقف التصعيد كشعب سوري خرج من أجل الكرامة ومن أجل حرية نحن ضد أي سفك للدم أي شيء يحفظ حياة شعبنا وكرامة شعبنا وحرية شعبنا نحن متبسكون فيه خفض التصعيد عندما وافقنا عليه ووافقت عليه فصائلنا كان الغاية منه حفظ أو حفاظ على حياة الناس وكرامتهم ودماغهم الآن الحملة لا تخفى على أحد تستهدف البشر والحجر كان في تواصل الأسف من الدول كانت تقول عن أنفسها أنها ضامنة لخفض التصعيد اليوم تقول أنتم أحرار في تقرير مصيركم فكان جوابنا ومتى كنا غير أحرار في تقرير مصيرنا لكن هل أنتم قادرون على الالتزام بتعهداتكم لخفض التصعيد فكان هناك تهرب من الجواب بصراحة الدول لم تكن أو لم تلتزم بتعهداتها بالحفاظ على خفض التصعيد يعني هنا الشيخ نستطيع القول أن خفض التصعيد انتهى في محافظة نحن في البداية وفي النهاية التزمنا بأن لا يكون مننا مبادرة بقصف مناطق المسيطرة عليها من قبل النظام في حال عدم التعدي على المناطق المحررة وإن كان عندنا طموح وعندنا رغبة وعندنا إرادة بتحرير كل شبر في سوريا لكن من باب استراحة محارب من باب الحفاظ أو التخفيف عن شعبنا الذي مر عليه خلال هذه السبع سنوات شتى أنواع التشريد والقتل والتهجير وفقنا على خفض التصعيد لكن لما اعتدي علينا وما بدأت آلات التدمير من أسلحة وطيران وأسلحة محرمة دوليا بالتوجه باتجاه المناطق المدنية والآهلة بالسكان لن يكون أمامنا إلا الرد على مصادر النيران وتعليم هذه القطعان الطائفية ما معنى الاعتداء على أرض حواني الشيخ لتطرقنا قليلا إلى محافظة السويداء ميليشيا أسد الطائفية والميليشيات الإيرانية استقدمت تعجزات مكثفة إلى نقاط وتمركزت بها داخل السويداء أصبحت هذه المراكز هي نقاط قصف على قرى بلدات المحافظة أولا ثانيا طيلة السنوات الفائتة لم يكن هناك أي خلاف بين أبناء محافظة درعا وأبناء السويداء كيف سيتم التعامل مع هذا الأمر وما هي الرسالة التي توجهها لأبناء الجبر لم نتعامل يوما بمنطلق طائفي وثورتنا لم تعزز أصلا هكذا مفهوم لو راجعت التاريخ ما بين سهل حوران وجيرانه لو وجدت أن هناك كم مقنع من العادات الأصيلة التي تحدد علاقة السهل بالجبل للأسف النظام المجرم استخدم أراضي السويداء لقصف بلداتنا وبيوتنا وأهلينا تم الرد عليه من بعض أحرار السويداء بما يتناسب مع قيمهم وعاداتهم وتقاليدهم وتاريخ الجوار المعروف إن كان لابد من رسالة توجيهها لجيراننا في السويداء نقول لهم بداية ثوروا على هذا النظام المجرم وثوروا عليه لتكون لكم حريتكم وكرامتكم واعلموا أننا لن يكون مننا إلا الرد الذي تتوقعونه مننا وفق العادات والتقاليد والتاريخ العريق فيما بيننا فامنعوا هذه القطعان الطائفية من أن تستخدم أرضكم لقصف جيرانكم أيضا في سياق متصل رصدت وحدات الرصد التابع للجيش السوري الحر تواجد لميليشيات إيرانية في منطقة مثلث الموت في الهبارية الدناجي أيضا دير عدس أيضا في الريف الشرقي حتى الشمال الشرقي يعني وفي مدينة درعة أيضا هناك تواجد لميليشيات إيرانية أيضا في مدينة الشيخ مسكين تم رصد عناصر لواء القدس دخلوا إلى مدينة الشيخ مسكين الشيخ هنا السؤال كيف سيتم التعامل مع هذه الميليشيات في المنطقة نعم صحيح هناك مناطق معروفة لوسائل الإعلام جميعا تتوجد فيها هذه القطعان الطائفية ولا تخفى على وسائل الإعلام لأنها عملت عنها تقارير ونشرتها تبدأ من مثلث الموت وتنتهي في اللجاة والمعارك الأخيرة كانت في اللجاة بعض الضحايا من الميليشيات الطائفية من جنسيات متعددة كذلك الحال كان بالرصد والمتابعة في منطقة مثلث الموت نحن بداية نعلم قلق دول الجوار من وجود هكذا ميليشيات والأسف في هذه الدول التعاملت بشكل خاطئ مع هذه المعلومات واعتمدت على نظام مهترئ للحفاظ على حدودها نحن موقفنا من هذه الميليشيات معروف معلوم ليس لهم منه إلا كل مقاومة وكل صد ولن نقبل إلا بخروجهم كاملا من كل شبر من أراضي سوريا الحبيبة من الممكن أن لا يكون الحل العسكري هو الحل الوحيد وإنما الحل السياسي هو من الخيارات المقترحة أصلا في المحافظة هل من يمثل ويفاوض عن ثوار الداخل في محافظة درعة يمثلون الحاضن الشعبية في حوران؟ بداية لا بد من التوضيح أننا جاهزون للحل العسكري وإذا تحتم علينا الحل العسكري فنحن جاهزون ولن نسمح لميليشيات أسد ولا لقطعانه بتمرير مشروعها ولا بالسيطرة على حوران أو إخضاع حوران حتى يفنأ أهل حوران عن آخرهم أما الحل السياسي فنحن نرحب بأي حل يحقن الدماء ويحافظ على كرامة شعبنا طبعا من يفاوض أو يمارس السياسة يعلم الثوابت والخطوط العريضة التي هي التمسك بثوابت الثورة أي تنازل عن ثوابت الثورة فمن يفاوض على تنازل عن أي ثابت من ثوابت الثورة فإنه لا يمثل إلا نفسه الشيخ كما شاهدنا بالغوطة كان هناك سقوط مدني للعديد من المناطق أيضا كان هناك تواجد لعرابي المصالحات بشكل مكثف هل من الممكن مشاهدة هذا الأمر في درعة وكيف سيتم التعامل مع هذا الأمر إن وجد بداية للتصحيح المفهوم فقط لا يوجد شيء اسمه مصالحة مع نظام مجرم حوران هي منطلق الثورة وفي أول يوم من حوران كانت ترفع شعارات القصاص القصاص ممن أطلق الرصاص طبيعة حوران وتركيبة حوران بداية نفتخر بكل مناطق سوريا ونأسف بكل ما حصل من جرائم في هذه المناطق من هذا النظام المجرم لكن طبيعة حوران وتركيبتها الاجتماعية وتركيبتها العشائرية لا تسمح ببقاء أناس متهمين بالفساد وبسفك دماء أبناء شعبهم وتراجع عن مبادئ خرجت بها هذه الحاضنة وأطلقت شرارتها هذه الحاضنة منذ اللحظات الأولى رغم استخدام كل أساليب الترغيب والترهيب في بداية الثورة نظام المصالحات الآن الذي استخدم في باقي المناطق استخدم مع أهالي حوران في بداية الثورة لما كان الانطلاق الأول للثورة ولم تجدي معنى نفعه فلا يمكن لهذه الأساليب أن تجدي نفعا الآن في حوران شيخ الجميع يعلم ويشاهد بأن ما تمر به جنوب سوريا محافظة درعة والقنيطرة هو أمر خطير تحشدات مكثفة، آليات عسكرية، طيران روسي طيران لا يغادر سماء محافظة درعة أليس من الواجب اليوم توحيد كافة فصائل محافظة درعة؟ أكبر أولوياتنا كانت هي توحيد توحيد الصفوف توحيد الجيش الحر وتفرقة الجيش الحر كانت بأسباب الآن لا يسعى المجال لذكرها لكن كانت بفعل سياسات معينة حاولت تفرقة هذا الجيش الحر وعدم جمعه على كلمة واحدة لكن الآن الكل يتابع ويعرف فيه سر بحوران أنه عند الشدة الكل بيجتمع ونظام الفزعة يمكن هو النظام أو الشفرة السرية الموجودة بحوران الكل ينسى أي خلاف وكلنا شفنا التصريحات أنه تنتهي الآن المطالبة بكل الدماء والخلافات العشائرية والخلافات الفصائلية وكلنا صف واحد اليوم حوران كلها خلف غرفة عمليات مركزية وبإذن الله عز وجل حوران اليوم تقاتل على قلب رجل واحد في سياق متصل شيخ الجديد بالذكر بأن الغوطة الشرقية قد هجرت ومن قبلها الغوطة الغربية أيضا تم تهجير ريف حمص الجميع يتسأل ما الفرق بين محافظة درعة والغوطة وحمص ألمنا ووجعنا في سوريا واحد ولن يكون هناك استقرار ولن يكون هناك رخاء ولن تنتهي الأزمة السورية مدام السرطان الأسدي يفتك بالشعب السوري لكن الظروف الجغرافية والتركيبة الاجتماعية والحالة العشائرية في حوران تختلف عن باقي مناطق سوريا ارتباطنا بالأرض واختيارنا لمنطلق الثورة أن يكون من حوران هو الذي يفرض علينا إما أن نعيش على ظهر هذه الأرض أعزة أحرار بكرامتنا أو أن تكون بطن هذه الأرض هي المدفن لنا جميعا بعون الله عز وجل لن نخرج من أرضنا وخيار التهجير ليس خيارا مطروحا في حوران كل يوم نشاهد تطورات سياسية بالنسبة للمدف الجنوب ما هي الإجراءات السياسية المتخذة من قبل ثوار الجنوب والمؤسسات المدنية في هذه المرحلة بداية تعوينا بداية وعند انطلاق الثورة كان على الله أولا وعلى إرادة شعبنا في نيل حرية وكرامت نشكر لكل الشعوب الحرة تعاطفها مع الثورة السورية ودعم هذه الثورة السورية عند الانطلاق لكن لا يعني تخلي حكومات دول عن هذه الثورة أننا بيتنا عاجزين عن استمرار بثورتنا التواصلات السياسية لست على الطلاع كامل فيها لكن الذي أنا على يقين فيه أن شعبنا ما زال يردد يا الله من غيرك يا الله لو تطرقنا قليلا لمعبر نصيب معبر نصيب من المواقع المهمة جدا التي تحاول ميليشيا أسد الطائفية السيطرة عليه وفتحه من جديد فصائل الجيش الحر كان موقفها واضح لا يمكن بأي وسيلة من الوسائل فتح هذا المعبر إلا تحت سيطرة الجيش الحر في المنطقة السؤال هنا يا شيخ هل من الممكن أو هل تستطيع فصائل الجيش حر والمؤسسات المدنية بتسيير شؤون المعبر وإدارته في حال أحيل هذا الملف للمعارضة بداية ما في ترابط ما بين فتح معبر نصيب ورفع علم النظام عليه لا يمكن بحامل أحوال أن يكون شركاء مع نظام ملطخ يديه بدماء السوريين ويعتقل وتقبع في أقبيته مئات الألاف من المعتقلين المغيبين قصريا وتهجر بسبب ملايين من الشعب السوري ولا يستطيع هذه الملايين العودة من معبر أصلا تحت إدارة هكذا نظام مجرم لكن نحن كقوة ثورية في الجنوب السوري لم نرفض يوما فتح معبر نصيب وقدمنا عدة مشاريع لدول الجوار والمجتمع الدولي لفتح هذا المعبر وفق إدارة مدنية تكنقراط من كثير من أبناء الجنوب الذين شقوا عن هذا النظام المجرم ولهم باع طويل في إدارة المعابر وإدارة مناطق أو إدارة الأسواق الحرة وإدارة الجمارك فلا ينقصنا الخبرات وبنفس الوقت نحن لست ضد فتح المعبر لكن نحن ضد شراكة نظام مجرم مهيمن على معبر نصيب الشيخ أصمت بحديثا عن المؤسسات المدنية وتنظيم المناطق المحررة يعني العديد من الدول ولسان حال عدد كبير من المدنيين لو تكلمنا بصراحة يقولون أن المؤسسات المدنية فشلت بإدارة المناطق المحررة يقولون بأن المنطقة شهدت نوع من القتل من الإقتيالات من الخطف من السرقة من السلب إلى يعني سجلت العديد من المواقف في المناطق المحررة السؤال هنا ما هي إمكانية المعارضة اليوم بتسيير شؤون المناطق المحررة وتنظيمها بشكل جيد؟ بداية لا تستطيع أن تسمي خروقات النظام المسجلة بخطف التصعيد أما عن حالات الخطف والسرقة فهذه الحالات موجودة حتى في مناطق النظام بل موجودة في كثير من الدول المستقرة لنهيك أن تكون موجودة في مناطق تعاني من حرب مدتها أكثر من سبع سنوات المساسات الثورية قادرة على القيام بكامل العمل المطلوب منها في المناطق الثورية أو في سوريا كاملة إذا أعطيت له وقت الكافي وتوقف النظام المجرم عن قصف وتدمير البنى التحتية والمنشآت الخدمية الجميع يعلم أن المناطق المحررة تستوعب أكثر من سبعمائة ألف نسمة أعداد كبيرة وهائلة جدا من المدنيين تحتاج المناطق المحررة اليوم لمؤسسات خدمية ترعى شؤون هؤلاء المدنيين وتسير أمورهم هل هناك خبرات وكفاءات بإمكانها تسيير وفتح مؤسسات خدمية ترعى شؤون الأهالي في المناطق المحررة؟ أعداد المشقين عن النظام المجرم من مختلف الاختصاصات جعل لدينا كوادر كثيرة استطاعت هذه الكوادر من إنشاء مؤسسات ثورية لإدارة المناطق المحررة وبعض هذه المؤسسات تفوق حتى على المؤسسات النظام رغم قلة الإمكانيات وضعف هذه الإمكانيات وقلتها والقصف الشديد من النظام للمناطق المحررة مما يزيد الأعباء على هذه المؤسسات الثورية تعرضت دار العدل للنقد خلال المرحلة الماضية نتيجة عدم حلها لعشرات القضايا مثلا ما تحتاج دار العدل اليوم لتصبح مؤسسة قضائية فاعلة للمناطق المحررة في درعا؟ إذا كنت تقصد بالنقد هو التقييم فهذا التقييم غير صحيح عدد الدعاوة التي دخلت إلى دار العدل تفوق الـ 21 ألف دعوة عدد القضايا المفصولة أكثر من النصف إدارة عشرات الآلاف من القضايا وعدم حل عشرات القضايا لا يعني نقد سيء بل يعني أن هذه المؤسسة استطاعت بجدارة أن تدير الملف القضايا في الجنوب السوري وهذا ما شهدت به حتى المؤتمرات الدولية شاركنا بأكثر من مؤتمر دولي وكانت تصنيف دار العدل على مستوى كل العالم بإدارة قضاء في مناطق صراع مسلح هو الأول بفضل من الله عز وجل رغم ضعف الإمكانيات استطعنا إدارة الملف القضائي على مستوى لا أقول سوريا فقط بل أقول على مناطق الصراع في العالم كانت الإدارة متميزة ما يلزمنا اليوم هو أن يتوقف العابثون والذين يسعون إلى هدم هذه المؤسسة أن يتوقفوا عن عبثهم وعن مكرهم وبإذن الله ستستطيع دار العدل أو ما يعرف في مجلس القضاء الأعلى في الجنوب في حوران على إدارة ملف القضاء بمؤسساتية وتميز عالي بعون الله هل مصير حوران بأيدي أهلها؟ من اختار الخروج بمظاهرات ضد نظام قمعي وواجه بصدره لوحده كل أصناف الأسلحة حتى المحرمة دولية من هذا النظام المجرم وخذله العالم أجمع حتى بمؤسساته الدولية يستحيل أن يكون قراره إلا من نفسه ولا يقبل أن يتخذ عنه أحد قراره القرار يتخذ بـ 18-3-2011 قرارنا حريتنا كرامتنا من أرضنا شيخ كما علمنا بأنك زرت خطوط الرباط في رفي درعاء الشمال الغربي حتى يعني جميع خطوط الرباط في محافظة درعاء في المناطق المحررة ماذا شاهدت على خطوط الرباط؟ شاهدت رجال أشبه بالجبال شاهدت صخور راسية في أرضها زرت صراحة كانت الهدف والغاية من الزيارة هي تثبيت المقاتلين تثبيت الثوار على خطوط الرباط فعند زيارتي لهذه الخطوط رفعت معنوياتي وزالت ما في نفسي يعني من بعض الخوف من تدمير هذا البلد وهجمت هذا النظام وجدت صخور راسخة بأرض وجدت جبال راسيات أنا أنصح كل من يدخل إلى قلبه الخوف الوهن الضعف أن يذهب ويزور خطوط الرباط ليتزود من هذه الصخور هذه الصخور الصلبة في أرض حوران يتزود منهم بالعزيمة والشجاعة والبسالة شاهدت بالشارع من خلال استطلاعات الرأي التي قمت بها أنا شخصيا يعني ضمن المناطق المحررة بأن هناك مدنيين خائفين من هذه الحملة على درعة خصوصا بعد أن شاهدت جميع يعني مجازر ارتكبت في الغوطة بالكيماوي بالبراميل في ظل الصمت الدولي تجاه هذه المجازر أريد منك رسالة لأهالي المناطق المحررة في درعة لتطمين هؤلاء المدنيين من هذه الحملة التي يتبعها النظام وكما ذكرت قبل قليل بأن هناك أبطال صامدين في وجه هذه الحملة في خطوط الرباط بداية نحن من تلقى رسائل من الحاضنة تقول ثبتوا ورابطوا وإن إن شاء الله من خلفكم حال المعنوية للحاضن الشعبي عالي جدا لكن بنفس الوقت نقول لهم إن أبنائكم من الجيش الحر يقومون الآن بإنهاء الحملة التي تستهدف أرض حوران وسيلقنون القطعان القطعان الطائفية وميليشيات أسد درسا لن ينسوه وبإذن الله عز وجل بسواعد أبنائكم بهمتكم سنعيد بناء ما تدمر من حوران أخيرا شيخ أسمت أود منك توجيه رسالة لميليشي أسد الطائفية والميليشيات الإيرانية في سوريا بداية أتوقع الرسالة وصلت للميليشيات ووصلت للعصابات الأسدية وقد الأمر ما عاينتم وخبرتم وجربتم حوران مقبرة للغزاة لن تمر من هنا مخططاتكم الخبيثة ولن تمر جحافلكم القذرة بإذن الله عنوان حوران ما زال الموت ولا المذلة الشكر للشيخ أسمت العبسي على هذا اللقاء والشكر موصول لكم متابعينا الكرام ضمن هذا اللقاء في محافظة درعة حيث تكلمنا عن العديد من الأمور والتطورات السياسية والعسكرية في المحافظة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة